هذه غزة الآن غارات إسرائيلية مكثفة على غزة في هذا التوقيت وما زالت هناك مواجهات كبيرة في حي الزيتون ما بين مقاتل الفصائل الفلسطينية وما بين الجيش الإسرائيلي الذي يتكبد خسائر وصلت حتى الآن إلى 14 قتيل في صفوف جنوده وضباطه وبالأمس كنا نتحدث عن 10 من القتلى في كمين نصبه مقاتل حماس أصبح 15 قتيل إسرائيلي الآن وقتيل إسرائيلي من الجنود والضباط وليس من المدنيين في هذه المواجهات في حي الزيتون الذي يحظى بالمواجهات الأكبر ما بين مقاتل الفصائل الفلسطينية وما بين القوات الإسرائيلية في تحركها البري الذي تحظى من خلاله بعديد من الخسائر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث وبصراحة عن أنكمل خسائر التي سيعلنها الإسرائيليون خلال الفترة القادمة أكبر بكثير وهو يهيئ المجتمع الإسرائيلي لتقبل خسائره نتانياهو يقول الحرب مستمرة وأمدها سيطول في إطار عدم قدرته على حسم النتائج كما يعلنون إسماعيل هنية منذ قليل تحدث على أن الخسائر التي مني بها الإسرائيليون حتى الآن هي كبيرة جدا وأكبر بكثير مما يعلنون في الواقع ما زلنا في هذه طيارة إسرائيلية قد ألقت ببعض صواريخها أنتم تتابعون على الهواء مباشرة مروحية إسرائيلية تلقي بصواريخها على غزة وأشير أيضا إلى تجدد القصف على مخيم جباليا الذي شهد مجزرة كبيرة تتساوى مع مجزرة مستشفى المعمداني والتي فاق فيها ضحاياه الأربعمائة ما بين قتيل وما بين جريح وبالتالي هذا هو الجديد الجديد أيضا أن الأردن سحبت سفيرها من تل أبيب وحسب تصريح وزير خارجي الأردني بأنه سيبقى حتى يتم وقف الحرب أنتم تتابعون الآن على الهواء مباشرة هذه الغارات المستمرة على قطاع غزة وربما حضية الشمال في قطاع غزة وجباليا وبيت حنون وحي الزيتون وبالأمس كنا نتحدث عن النصيرات ودير البلح وخارطة غزة كلها مستباحة بالنسبة للطيران الحرب الإسرائيل نشير إلى الخطة الإسرائيلية في إطار فصل الشمال وقطع طريق صلاح الدين لفصل الشمال عن الجنوب بشكل كامل لكنهم لم ينجحوا في قطع الطريق الساحلي طريق هارون الرشيد الذي يربط الشمال بالوسط بالجنوب وكان هناك هذا التدخل في المنطقة من جنوب مدينة غزة الجرارة منطقة القرارة تحديدا في إطار فصل الجنوب عن الشمال ولكنهم فشلوا أيضا بالأمس ووقعت القوات الإسرائيلية في كمين وتكبدت العديد من الخسائر وصلت إلى عشرة من القتلى اليوم هناك حديث عن خمسة عشر قتيل من الإسرائيليين أشير أيضا لأضع المشاهد الكريم الذي التحق بنا حديثا بأبرز مدارة خلال اليوم أن معبر رفح من الجانب المصري وجانب الفلسطيني فتحا واستقبلت أول دفعة من حاملي الجنسية خمسمائة شخص خرجوا من ناحية غزة إلى ناحية مصر في إطار أول تنفيذ لاستقبال مزدوجي الجنسية بالإضافة إلى كلمة سماعيل هنية بالإضافة إلى تجدد القصف على جبلية وتجدد القصف كما أنتم تتابعون بهذه الطريقة التي نتابعها بهذه كما تتابعون على الهواء مباشرة حي الزيتون قتال شرس ما بين مقاتل الفصائل وما بين الإسرائيليين لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر